نعم هل علماؤنا أدوا جبهم الإعلامي نحو مواطنيهم ولماذا لم يساهم كثير منهم في وسائل الإعلام المرئي والمسموع وهل الكسب في العمل به مكروه أو محرم هذا تختلفه أراؤها العلم من يرى جواز الدخول فيه ومن هم من يتوقف عن ذلك من أجل الصور فهذا كثر من يتوقف عن ذلك فهو محل اجتهاد ومحل اختلاف بين عن العنف يوازي الدخول في ذلك والبروز في الشاشة للقاء الكلمات والتوجيه ومن هم من فعل ذلك ورأى أن هذا فيه مصلحة وأنه يغتر في جنبه ما تعلق بالتصوير ومن هم من توقف في ذلك ولهذا المساهمون في الوشائل الوشائل المشموعة والمقروأة أكثر من المساهبين في المرئية من أجل هذا الأمر الذي سمعته هو مساء التصوير والذي نعتقده أن من ساهم في ذلك لقصد الإصلاح ورد الشبهات وإظهر الحق أنه جائز له ذلك ومعبون عنه فيما يقع من التصوير من أجل مصلحات العظماء والقائلة الشرعية المعروفة في الشرع المطهر أنه يجب تحسيل أعلى المصلحاتين وأعلى المصالح ولو بتوفيق الدنيا منهما أو منها ويجب تعطيل كبرى المسألتين وكبرى المفاسد ولو بارتكاب أدناهما أو أدناها هذه قواعد شرعية معلومة وكما يجوز الإنسان فيأخذ التابعيه الذي يحتاج إليها حيث النفوس ولو في صوبة لبسطورة لحاجة إلى ذلك فحاجة المسلمين إلى ورز العلماء للتلفاز للنصيحة والتوجيه أعظم من حاجة الرجل إلى التابعية ونحوها ونسأل الله يوفق العلماء لما فيه صلاحهم وصلاح المسلمين نسأل الله يوفقنا وأيهم جميعا لما فيه صلاحنا وصلاح أمتنا وصلاح المسلمين جميعا